بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليل أهلاً بكم حبيبنا الطلاب في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية وإن شاء الله موعدنا النهاردة مع درس جديد من دروس القراءة وهو الدرس الرابع في منهجنا بعنوان طيار مقاتل مرة أخرى قبل ما نستعرض الدرس حابب بس الأول نتذكر بعض المعلومات في الدرس السابق لأن الدرس اللي قبل كده ودرسنا النهاردة والدرس القادم التلت دروس مرتبطين ببعض والتلت دروس بيتكلموا عن الشخصياتين اللي احنا اتكلمنا عنهم من مرة الفاتت لهم الطيارين المصريين منتصر ومجاهد وعرفنا المرة الفاتت إن اتكلمت درس على هزيمة 67 والطيارين المصريين منتصر ومجاهد وكان كل هموا من هما يكبدوا العدو أكبر خسارة ممكنة قبل أن يتسيد العدو الجو يسيطر على كل شيء وإن الطائرة اللي ركب فيها منتصر مجاهد قد أصيبت بقضيفة من العدو وسقط مجاهد في أحد الوديان في سيناء ومن حظه العسر أن تجمع عليه عدد من الزئاب المفترسة يقودها زئب ذو غرة بيضاء جبهته فيها بيض هو دقائد مجموعة الزئاب والتهمت هذه الزئاب المفترسة مجاهدا وهذا المشهد رآه منتصر بعينيه ولم يستطع فعل أي شيء وهذا المشهد سبب له أزمة نفسية حادة دخل في غيبوبة لم يفق إلا وهو وجد نفسه في خيمة بين عدد من الرجال أكبرهم الشيخ راغب الذي طمأنه وهدى من روعه وقص عليه منتصر القصة والأحداث اللي احنا عرفناها المرة اللي فاتت والمرة اللي فاتت قلنا أن منتصر كان كلما يرى قرص الشمس يزداد أمله في العودة والانتقام من هؤلاء الأعداء وأيضا قرص الشمس يذكره بتلك الحادثة المأساوية ألا وهي افتراس الزئاب لصديقه مجاهد بنكمل حبيبنا الطلاب الجزء اللي فات بجزئنا الجديد والدرس الجديد بعنوان طيار مقاتل مرة أخرى طبعا كتابك معاك وقاعد قدامي بتسمع الدرس وعينك على كتابك معايا بتتابع الدرس بيقول مضت عشرة أشهر على وجود منتصر مع البد يبقى منتصر أقام مع البد عشرة أشهر وذات مساء دخل الشيخ راغب إلى خيمة منتصر ألقى عليه السلام ثم قال له لقد تم ترتيب تهريبك إلى الضفة الأخرى من القناة قال منتصر وهو في غاية اللهفة متى سيحدث ذلك يا شيخ راغب طيب قال الشيخ متبسما بعد ثلاثة أيام عندما يختفي القمر بعد ثلاثة أيام لما القمر يختفي والليل يبقى أسود سواد طامس سواد كامل حتى لا يستطيع العدو التعرف على من يسير في الصحراء قال له بعد ثلاثة أيام عندما يختفي القمر حتى لا يستدل علينا العدو بسهولة كان هناك وداع حار بين الشيخ راغب ومنتصر قال الشيخ راغب ساعة الوداع يعني كم يعز علينا فراقك يا بني وعليك أن تعد نفسك لتعود إلينا مرة أخرى وقد سأرت لبلدنا ولنفسك ولصديقك ولصديقك مجاهد أنا واثق أنكم ستعودون لطرد الأعداء من سيناء قال منتصر وقد غرورقت عينه بالدموع امتلأت عينه بالدموع لأن كل ما كان يتذكر هذا الموقف كان يبكي بحرق على صديقه مجاهد الله يرحمه قال له إيه بقى لن أنسى طوال حياتي ما فعلتموه معي وسوف نلتقي مرة أخرى يا شيخ راغب وقد تحررت سيناء من دنس الأعداء وعد وعده وعدا إنه هيعود مرة أخرى وقد حرر المصريون سيناء من دنس اليهود صار منتصر بصحبة دليل واحد يعرف مسالك والطرق في الصحراء حتى وصل إلى نفق سري تقابل منتصر والدليل اللي معاه تقابل فيهما أحد رجال الضفاضع البشرية المصرية طبعا الذي كان معه ملابس أخرى ليرتديها منتصر كطفضع بشري وبدأ لإثنان السباحة وقبل شروق أول ضوء للصباح كان منتصر ورفيقه قد وصل إلى الشاطئ الآخر للقناة تخيل طول الليل سباحة وقتها فقط أدرك منتصر أن رحلة العودة إلى سيناء قد بدأت بعد أن انتهت رحلة العودة إلى الأهل أو الرحلة لها العودة إلى الأهل والعودة إلى القيارة والانضبام إلى كتيبات الحربية انتهت الرحلة الأخرى لرحلة العودة إلى سيناء لتطهير سيناء من هؤلاء الذئاب البشرية التي احتلوها ومن هذه الذئاب الحقيقية التي افترست صديقه مجاهدا طيب قد منتصر حوالي خمسة أشهر في مستشفى القوات الجوية حوالي خمسة أشهر في مستشفى القوات الجوية استعاد فيها اتزانه النفسي وأصبح أكثر استعدادا للعودة للخدمة مرة أخرى ليأخذ بذأره من الاثنين معا اللي هم من؟ العدو الغاصب اليهود الحتل سيناء والذئب القاتل ومعه مجموعة الذئاب طيب عندما عاد منتصر وبعد الخمسة أشهر اللي قضاها في مستشفى القوات الجوية استعاد اتزانه النفسي وتم عملية اكمال علاجه النفسي والبدني حتى يستعيد كفاءته القتلية على أكمل وجه عاد منتصر إلى وحدته القتالية وجد أمورا كثيرة قد تغير وجد إباء وجد روحا أخرى غير التي رآها من قبل أصبح الجميع أكثر التزاما وأكثر جدية في التدريبات وتم إدخال تحسينات كثيرة على الطائرات تزيد من قدراتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاف تم تطوير وإدخال طائرات جديدة للجيش المصري كما لفت انتباهه نبرة الثقة والإيمان التي يتحدث بها الجميع الجميع عن حقهم الذي لا بد أن يستردوه وعن نصرة الله لهم الجميع وجد الجميع قادة وجنودا وضباطا الكل يتحدث والكل موقن بأن الله سينصرهم على هؤلاء المحتلين خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل كان منتصر يشعر في كل يوم منها أن روح الانتصار تملأه وأنه سيلقى أو سيلتقي الشيخ راغبا قريبا وسيأخذ بسأره كان كل يوم بعدي بيمتلئ يقين وثقة أنه سيعود إلى سيناء وسيلتقي هذه المرة الشيخ راغب لكنه يلتقي بهذه المرة وهو قد طهر ومعه الجنود المصريون الباقون أرض سيناء من اليهود طيب إبعاد منتصر إلى القاهرة معه دليل ثم تقابل مع أحد الضفادع البشرية عام طوالي الليل وصل إلى الشط الغربي لقناة السويس وصل إلى القاهرة دخل المستشفى القاتل الجوية قعد خمسة أشهر يعالج نفسيا وبدنيا حتى استعاد كفاءته القتالية ووجد روحا جديدة دبت وحدثت فيه الجيش المصري وفي الجنود وجد الأمور تغيرت والأمور كلها مهيئة لكي يسترد المصريون أرضهم الغالية سيناء ونقف هنا في الجزء ده ويتبقى لنا جزء أخير ألا وهو هنعرف كيف تمكن المصريون من تطهير أرضهم ومن استعادة أرضهم الحبيبة سيناء من اليهود ده إن شاء الله الجزء الأخير في الدرس بتاعنا تعالوا حبيبي طلاب نستعرض بعض مفردات الدرس أول كلمة اللهفة يعني الشوق حار لقاء حار يعني لقاء كله حب وكله دفء يعني بين الشيخ راغب ساعة الوداع وبين منتصر عكسها فاتر أو بارد سأرته يعني انتقمت الشيخ راغب يقول له هتعود وقد سأرت من الأعداء يعني انتقمت دليل يعني مرشد وجمع دليل أدلة وأدلاء لابد يعني لا مفر التزاما يعني انضباطا منورة يعني عملية عسكرية للتدريب المنورات اللي بتقوم بها الجيوش يعني الضفة يعني الساحل أو الشط وجمع ضفة ضفاف غاية يعني منتهى والجمع غايات وغاي في قمة في غاية الالتزام يعني في منتهى وقمة الالتزام يعني اغرى ورقة يعني امتلأت اغرى ورقة عيناه بالدموع يعني امتلأت عيناه بالدموع دنس يعني نجاسة أو نجس وجمع دنس أدناس المتتابع يعني المتصل والمتواصل وعكسها المنقطع وداع يعني فراق وعكسها لقاء أو استقبال الشاق يعني الصعب يستدل يعني معناها يعثر يعز يعني يصعب يقول له كم يعز علينا فراقك يا بني يعز يعني يصعب أدرك فهم وعرف عكسها جاهلة طبعا اتزانه يعني هدوءه وعكسها اضطرابه طيب تعد يعني تجهز وترتب قدرتها يعني طاقتها جدية يعني اجتهادا طيب تعالوا برضو عشان نتمم الفائدة معاك وحبيب الطلاب نستعرض درس مرة أخرى بس بطريقة تانية عبارة عن سين وجيم أسلنا بجينا في الامتحانات السؤال والإجابة بتاعته أول سؤال بيقول لي وانا واسق اننا لو سبت سؤال كده أكيد حبايب الطلاب اللي سمعوا الدرس هيعرف الإجابة يجيبها قبل حتى ما نظهر الإجابة بيقول لي أول سؤال كم أقام منتصر بين البدو وكيف قضاها الفترة اللي أضاها بين البدو طبعا عشرة أشهر كاملة كيف قضاها وكان يرعى الغنم طوال النهار ويبيت في الخيمة ليلا يفكر في العودة لأهله اللي هو الأمر اللي كان دائما يشغل باله طيب ومضت يعني مرت طبعا بما أخبر الشيخ راغب منتصرا أخبروا بإيه أخبره بأنه قد تمت الترتيب لتهريبه إلى الضفة الأخرى من القناة طيب والترتيب يعني الإعداد ما أثر هذا الخبر على منتصر وبما أخبره الشيخ سأل الشيخ بلهفة شديدة منتصر يعني سأل سأل الشيخ بلهفة شديدة متى يحدث ذلك يا شيخ راغب فأخبره الشيخ وهو مبتسم سيكون بعد سلاسة أيام عندما يختفي القمر ليه حتى لا يستدل عليه الأعداء ولهفة يعني شوق شديدة يعني بالغا لماذا تم ترتيب العودة وقت اختفاء القمر لماذا تم ترتيب العودة وقت اختفاء القمر تم ترتيب عودة منتصر عندما يختفي القمر حتى لا يستدل عليهم العدو بسهولة أمر طبيعي يعني لا يستدل علينا يعني لا يعصر علينا كيف كان الوداع بين الشيخ راغب ومنتصر وماذا طلب الشيخ من منتصر كان وداعا حارا وقال الشيخ راغب كم يعز علينا فراقك يا بني إيه اللي طلبوا منه بقى وطلب منه أن يعود لزياراتهم مرة أخرى ولكن قال له إيه وقد ثأر لنفسه ولوطنه ولصديقه ترجع لنا المرة الجاية وانت بطل وانت منتصر وانت انتقمت لنفسك والوطنك والصديقك مجاهد من العدوين المختلفين الزئاب البشرية اليهود والزئاب الحقيقية التي افترست مجاهد طيب وحار يعني شديد أو دافئ ويعز يعني يصعب وثأر يعني انتقم بأي شيء كان يثق الشيخ راغب كان بيثق في إيه أو بإيه كان يثق بأن الجيش سيعود مرة أخرى لسيناء لطرد الأعداء منها وقد تم ذلك بالفعل طيب كم الحبيب الأسئلة مع بعض ما أثر هذه الكلمات على منتصر وبما وعد الشيخ كلمات الالهلو الشيخ راغب إيه أثرها عليه اغرورقت عينه بالدموع تأثر بتلك الكلمات وقال لن أنسى طول حياتي ما فعلتموه معي ووعده بأن يلتقوا مرة أخرى وقد تحررت سيناء من دانس الأعداء اغرورقت يعني امتلأت ودانس يعني نجس أو نجاسة كيف عاد منتصر إلى أهله ومتى وصل للضفة الأخرى صار بصحبة دليل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع أحد الضفادع البشرية الذي أعطاه ملابس ليرتديها كضفدع بشري وبدأ لإسنان السباحة ووصل إلى الشاطئ الآخر قبل شروق أول ضوء للصباح تمام كده طيب دليل يعني مرشد والجمع أدلاء ونفق يعني ممر تحت الأرض والجمع أنفق ماذا أدرك منتصر عندما وصل إلى الضفة الأخرى أدرك أن رحلة العودة لسيناء قد بدأت بعد أن انتهت رحلة العودة إلى الأهل رحلة الأولى بدأت عاد إلى أهله الرحلة الثانية الأصعب العودة إلى سيناء ولكن يعود منتصرا على العدوين المختلفين أدرك يعني عرفة وعكسها جاهلة طيب نكمل الثاني برضو كم المدة التي قضاها منتصر في المستشفى وممكن نقول كم شهرا عشان السؤال يبقى تمام كم شهرا وكم دي إن شاء الله تعرفوها الترمي الثاني حاجة اسمها كم استفامية وخبرية فنقول كم شهرا التي قضاها منتصر في المستشفى ولماذا؟ يعني إيه أصر المدة قضاها في المستشفى؟ قضى منتصر خمسة أشهر في مستشفى القوات الجوية ليه؟ لماذا؟ ليستعيد اتزانه النفسية وليصبح أكثر استعدادا للعودة إلى الخدمة مرة ثانية وحتى ينفذ انتقامه من من مين؟ من العدو الغاصب اليهود اللي احتلوا سيناء والذئب معا الزئاب الحقيقية التي افترست مجاهدا والذئاب البشرية التي احتلت سيناء هو عايز يرجع ان تقم من هؤلاء الأعداء جميعا طيب يستعيد يعني يسترجع اتزانه يعني هدوءه الغاصب يعني السارق بما فوجئ منتصر بعدما عاد إلى وحداته القتالية بما فوجئ منتصر عندما عاد إلى وحداته القتالية فوجئ منتصر بتغيرات كبيرة في نظام العمل والتدريب ومن ذلك ابقى لفوجئ بواحد اصبح الجميع اكثر اتزاما واكثر جدية في التدريبات الكل يسعب ويعمل بكل ما اوتي من قوة لكي يحرر ارضه المسلوبة تم ادخال تحسينات كثيرة على الطائرات تزيد من قدراتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاب يبقى كان فيه تغيرات في الجيش بشرية وعسكرية الجنود والقادة كلهم امل وحماس ويعني لا يكلون ولا يملون ويعملون ليلة نهار لكي يطهروا سيناء من المحتل ده من ناحية الجنود والعنصر البشرة العنصر العسكري والاسلحة والاعتاد تم ادخال تحسينات كثيرة على الطائرات وشراء طائرات احدث واقوى في القتال لفت ابا لفت انتباه منتصر ولفت انتباهه نبرة الثقة والايمان التي يتحدث بها الجميع وجد الجميع كلهم ثقة ويقين في نصر الله او بنصر الله التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي لا بد ان يستردوه وعن نصر الله لهم طيب وطبعا عندنا نبر يعني صوت مميز كل انسان لي نبرت صوت وجمعها عبرات ويستردوا يعني يستعيدوا طيب كم قضى منتصر في التدريبات وبما كان يشعر قضى منتصر وممكن نقول كم سنة قضاها منتصر في التدريبات برضو لشان تبقى كم استفامية قضى منتصر خمس سنوات كاملة اخلي بالك لشان ما تلغباتش منتصر قضى عشرة اشهر مع البدو يرعى الغنم نهارا ويبيت في الخيمة ليلا وعندما عاد منتصر الى القاهرة الى وحداته القتالية مكسة في مستشفى القوات الجوية خمسة اشهر يبقى عند البدو عشرة اشهر وفي المستشفى خمسة اشهر اما عندما بعدما عاد الى وحداته القتالية قضى خمسة سنوات كاملة في التدريب الى ان حانت لحظة النصر والعزة والشرف لحظة السادس من اكتوبر عام 1973 يبقى فتر التدريبات في وحداته القتالية بعدما عاد الى خمسة سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل وكان يشعر في كل يوم كل يوم بيمر يشعر انه يقترب من النصر ان روح الانتصار تملأه وانه سيلتقي الشيخ راغبا قريبا وسيأخذ بثأره هياخد بطاره هو منتصر بطاره هو وطار مجاهد وطار بلده اللي ارضها محتلة الشاق يعني الصعب وعكسها السهل المتواصل يعني المستمر وعكسها المنقطع السقر يعني الانتقام طيب درس جميل بيكمل المشهد السابق اللي مجاهد تم افتراسه ومنتصر عادة الان وكله بل كل الجنود المصريين والقادة والضباط كله عنصر في الجيش المصري كله ثقة ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى على الاعداء كلهم يقين وثقة في تطيير ارضهم من الاعداء طيب فيبنا حبيبي الطلاب درسنا مع بعض كالعادة حبيبي طلاب الصف الساني اعدادي ازكياء ما شاء الله عليهم بتفهموا الدرس من اول مرة ألمك معاك كشكولك معاك تعالوا مع بعض بقى ايه نطبق سؤال بسيط على درس النهاردة ان شاء الله طيب كالعادة مع بعض اسمع مني القطعة تعالوا نستعرض بعض الأسئلة اللي بتيجي على الدرس بتاعنا بتاع النهاردة قطعة بتقول مضت عشرة أشهر على وجود منتصر مع البدو وذات مساء دخل الشيخ راغب إلى خيمة منتصر ألقى عليه السلام شيخ راغب ألقى السلام على منتصر ثم قال له لقد تم ترتيب تهريبك إلى الضفة الأخرى من القناة لقناة السويس قال منتصر وهو في غاية اللهفة متى سيحدث ذلك يا شيخ راغب أو يا شيخ العرب تمام كده هات من القطعة مراضف انقضت ومضاد قليل ومفرد ضفاف عايز بس حبيبي الطالب عزيزتي الطالبة طلاب الصلاة والسلام الإعدادي ألفت نظرك بس لسؤال المفردات سؤال المفردات ليه أكتر من صورة في أسئلة مباشرة ممكن أجي أقولك هات مراضف كذا وجمع كذا مضاد كذا مفرد كذا بس سؤال مباشر بجاب لك كلمة وأطلب منك مراضفها معناها أو جمعها أو مضادها أو مفردها ممكن سؤال عكسي يعني أجيب لك كلمة زي السؤال ده كده أقولك الكلمة دي اللي عندك في السؤال إيه المراضف لها في الفقرة اللي عندك أو في القطع اللي عندك تمام كده وأجيب لك كلمة برضو وأقولك الكلمة دي إيه المضاد بتاعها اللي هنا أو ممكن أجيب لك سؤال المفردات اختياري اقول لك مثلا مرادف انقضت وديك اكتر من اختيار وانت بتختار الاجابة الصحيحة ممكن برد سؤال المفردات يجي لك صح وخطأ بعد تصويب اقول لك مثلا مرادف كذا وديك الاجابة او المرادف غلط فانت تروح عامل علامة غلط وتكتب لي المرادف انا ايه بشغل مخك معايا من السؤال صريح كده على طول هات مرادف كذا جمع كذا اديك الكلمة وقول لك مرادف كذا وديك المعنى غلط فانت فاهم المعنى الصح فبتيجي تقول لي العلامة دي غلط وتروح تكتب لي الاجابة الصح يبقى انت وضعت العلامة خطأ او صواب وصوبت كمان الخطأ ان وجد لان الكلام لو صح هتروح عامل العلامة صح وخلاص فسؤال المفرد لي اكتر من صورة واكتر من شكل انا عندي هنا السؤال العكسي ايلك هات من القطعة اللي انت اللي حسرينها مع بعضي مرادف انقضت ايه من هنا من القطعة دي معناه الكلمة معناها انقضت ها من يجاوب قطعة قدامك اهيه كلمة مرادف انقضت ايوا بالزبط كده اول كلمة عندنا في القطعة اللي هي كلمة مضت مضت عشرة واشهر يعني انقضت مرت يعني انتهت يعني يبقى مرادف انقضت من القطعة مضت طيب مضاد قليل ايه من القطعة دي اه مضاد قليل عكس كلمة قليل قطعة قدامك فكر كده كالعادة ها هتلاقي ان الكلمة اللي هي مضاد قليل هنا كلمة غاية اللهفة في شدة اللهفة او في كثير من اللهفة يعني كلمة اللي هنا توحي او معناها الكسرة والمبلغة المبلغة ليه كلمة غاية فمضاد قليل غاية تمام كده مفرد ضفاف ايه من القطعة دي مفرد كلمة ضفاف بالضبط كده شايفكم الكلمة اللي في سطر التاني في اخره كلمة الضفة الله ينور عليكم حبايب الطلاب كالعادة متقلقين عندي بيقول لي كم المدة التي قضاها منتصر مع البدو وكيف عرف انه سيعود لأهله قطعة اللي عارفين كل حاجة يعني اول حاجة المدة التي قضاها منتصر مع البدو خلي بالك هو قضا مع البدو مدة معينة في مستشفى القاتل الجوية مدة معينة وفي وحداته القتلية مدة معينة دي اول جزء بعد الغيبوبة التي تعرض لها منتصر بعدما رأى ذلك المشهد المأساوي اللي هو ازدئاب تفترس مجاهد قضا عشرة اشهر مع البدو كم المدة التي قضاها منتصر مع البدو عشرة اشهر وكيف عرف انه سيعود لأهله ايوا بالضبط كذا عندما اخبره الشيخ راغب انه تم ترتيب عوداته الى ايه الى وحداته القتلية تمام كذا الهو بقى الدليل ويمشوا في ليلة مظلمة حتى لا يراهم العدو ثم يلتقي باحد الضفاضع البشرية ورحلة العودة الى ايه الى القهرة مرة اخرى ووحداته القتالية طيب ما اثر الخبر على منتصر لما سمع كذا اكيد طبعا اجاب في غاية اللهفة وقد ايضا تحمسا كبيرا وغرورقت عينه من الدموع من شدة الفرحة لانه ايه من هنا ستبدأ رحلة العودة ورحلة النصر ورحلة تطير سيناء من الاعداء يبقى اثر الخبر انه اجاب في غاية اللهفة والسعادة وغرورقت عينه بالدموع طيب بما وعد منتصر الشيخة راغب وعده بانه سيعود يلتقي به مرة اخرى وقد طهر سيناء من دنس الاعداء يبقى وعده بانه سيعود مرة اخرى ويلتقي الشيخة راغبا مرة اخرى ولكن في هذا اللقاء الثاني يكون منتصر والجنود المصرون الابطال قد طهروا ارض سيناء من الاعداء وكيف وصل القناة هنقول بقى الرحلة بتاعت ايه سارة برفقة احد او دليل بشري من البد فلاص كده احد الادلاء يعني حتى وصل الى القناة وتقابل مع احد رجال الدفاضي البشرية حتى استطاع منتصر واحد رجال الدفاضي البشرية العبور الى ايه الجانب الاخر من القناة وتبدأ رحلة العودة الى سيناء ورحلة النصر والتحرير طيب ضع علامة صح امام الصواب وعلامة خطأ امام الخطأ بقول لي قد منتصر حوالي خمسة اشهر في مستشفى القوات الجوية نقول نهو ثلاث فترات اضاها مع البد وعشرة اشهر بنكرر تاني عشان حبيبنا الطلاب المعلومة تثبت في دماغهم في مستشفى القوات الجوية ايوة بالفعل قضى خمسة اشهر طيب لو سألتكم كده كم سنة قضاها منتصر يتضرب في وحداته القتالية حتى عاد الى تحرير سيناء ايوة بالضبط خمسة سنوات يبقى هنا الاجابة صح مستشفى القوات الجوية خمسة اشهر اجابة صحيحة سؤال التاني اصبح الجميع لما رجع منتصر الى وحداته القتالية وجد ايه اصبح الجميع اصبح الجميع اقل كفاءة وجدية في القتال صح ولا غلط هو ده اللي وجده منتصر عندما عاد الى الجيش المصري الاجابة طوان خطأ وجد الجميع اكثر كفاءة والتزام وجدية في القتال طيب ده كان سؤال وتطبيق بسيط مع حبيبنا الطلاب طلاب الصف الثاني الاعدادي على درس التاني في قصة او في المشهد التاني من قصة منتصر ومجاهد تعالوا مع بعض نكمل درسنا طيب حبيبنا الطلاب بدرس النهاردة نكون وصلنا الى الدرس الرابع في منهج القراءة منهجكم في الترم الاول هيتبقنا مشهد اخير في قصة منتصر ومجاهد وهو الدرس الاخير ايضا في منهج القراءة درس لزة جدا درس سهلة طلابنا طلاب الصف في السنة الاعدادي اللي هم بيستعدوا للدخول سنة ثالثة اعداد ان شاء الله وهم واخدين كم كبير من اللغة العربية في درس النح هتساعدهم او او ان شاء الله في اجتياز بأعلى مجموع ان شاء الله اسأل الله تعالى ان اكون افتكم في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته